كيف عبر عن انزعاجي من تصرفات الرجل دون أن يشعر بالإهانة وانت يعتمد شنهي التصرفات يعني أنت يشوفه الصمت والتجاهل ترى نوعين فيه إيجابي فيه صمت إيجابي على فكرة وفيه صمت سلبي الصمت الإيجابي شنه هو الصمت الإيجابي؟ الصمت الإيجابي أني أنا أسكت في الوقت الصح طيب سؤال أمت أنا أقدر أعالج المشكلة بالصمت الإيجابي متى؟ طبعا في حالات الحالة الأولى لما أكون أنا مع الصد فالصمت هنا صمتي مفيد أفضل من كلامي لأنه لو بتكلم راح أخطأ يمكن أشتم يمكن أسب يمكن أهدد يمكن أنتقم يمكن تخرج مني كلمة طلاق مثلا فهني الصمت صار صمت إيجابي في حالة غضبي طيب الحالة الثانية متى يكون الصمت إيجابي في حل المشاكل؟ وإحنا نشجع هذا الصمت؟ لو كان الطرف الثاني في حالة غضب يعني مو أنا المعصب الحين أهي المعصبة؟ هنا صمتي أنا صمت إيجابي إذا كنا نناقش مشكلة وأنا صمت هذا الصمت مفيد لأنه الطرف الثاني معصب لأنه لو هي معصبة وأنا أشد راح تفور راح تنفجر وتصير عاد ممارسات وتصير أخطاء كبيرة وتزيد المشكلة زيادة لكن لما يكون الطرف اللي أمامي حار ومعصب هني الصمت بالنسبة لي هو الأفضل إذن الحالة الأولى لو كنت أنا معصب الحالة الثانية لو كان الطرف الثاني معصب الحالة الثالثة متى يكون الصمت إيجابي لما أكون أنا في حالة قلق وتوتر يعني الآن في مشكلة عائلية أمامي تمام؟ وأنا من الداخل أنا عندي قلق أو عندي توتر عندي مشكلة في العمل عندي مشكلة مع أمي ولا أبوي عندي مشكلة مع أخواني عندي أزمة أو توني طالع من الطبيب وتحليل الدم طالع والنتائج سلبية وأنا متأزم وقلقها ودخلت البيت وصارت مشكلة في هذه الحالة الصمت إيجابي ليش؟ لأنه أنا نفسيتي ما أنا مرتاح أنا ما أنا مستقر ولذلك قيل الصمت حكمة وقليل ومفاعله ليش؟ لأنه لابد أن نعرف متى الصمت صح لأن الأصل في حل المشاكل هل الأصل الصمت ولا الحوار؟ الأصل الحوار الصمت استثناء لكن هذا الاستثناء فيه لخمس حالات اللي أنا قلت لكم إياها ولذلك هذه واحدة من الحالات اللي أنا ممكن أصمت فيها طيب الحالة الأخيرة اللي أنا ممكن أصمت فيها ويكون الصمت جيد لو أنا عندي راي وأعرف لو أقول راي في حل مشكلتي الأسرية هذه راح أستفز الطرف اللي أمامي الأفضل أكون ساكت على قولة واحد يقول أنا شريت دماغي أو كبرت راسي لأنه لو أنا قلت راي في المسألة راح يستفز اللي أمامي طيب عين لا قل راي خلص مشي الموضوع اسألها اشتابين أنت يا فلانة؟ تابين كذا؟ توكل على الله يلا رايج حلو ما عنا الراي غير رايي لكن أنا ما قدر أقول رايي لأنه إذا قلت راح تستفز وإذا استفزت عصبت يعني قصته إلى عريضة فليش أنا أطرح الراي ليش؟ خلاص فإذن في خمسة حالات الصمت يكون فيها إيجاب ويكون مفيد طبعا انتبهوا لي بوضوع الصمت احنا نتكلم عن الصمت المؤقت وليس الدائم أنا الآن ما أتكلم عن الزوج الصامت أو الزوجة الصامت أنا اليوم ما ناقش هالمسألة لا 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 أنا قاعد أناقش متى أستخدم الصمت في حل المشكلة أو التجاهل ولذلك الأصل في الصمت أن يكون مؤقت وليس دائم إذا كان دائم عنا تصارت مشكلة كبيرة وهذا لا يعالج المشاكل الصمت الدائم بحل ذاته مشكلة تحتاج علاج لكن هذا ليس موضوعي أنا موضوعي متى أستخدم سلاح الصمت المؤقت والإيجابي خليكم دقيقين معي في المصطلحات لحل المشاكل الأسرية ترجمة نانسي قنقر